السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم القناة سوبروهان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الأول في مادات العلوم الفيزيائية لسنة الأولى متوسط سأترك لكم هذا النموذج جاهزة تباعها في صندوق الوصفة على شكل صور وعلى شكل بي دي اف إذن نبدأ بالتمرين الأول قال لاحظ الدارات الآتية إذن لدينا الدارة الأولى الدارة الثانية الدارة الثالثة إذن نركزه إذن نلاحظ مولد عندنا نواقل نشوف الرمز داع المسباح ثم مستارة بلاستيكية تفصل ما بين الناقلين ولا ما بين السلكين الناقلين ثم تعود إلى المولد في الدارة الثانية نلاحظ مولد مسباح قاطعة في الدارة الثالثة نلاحظ مولد ومحرك ثم مسباح ونلاحظ هذا السلك الخارج من قطبي المسباح ثم يعود إلى المولد قال بعد إنجاز الدارات الثلاث معناها الدارة الأولى والدارة الثانية والدارة الثالثة لاحظنا ماذا لاحظنا عدم توهج كل المصابيح كامل المصابيح متوهجوش قال إيش راح عدم التوهج في كل حالة إذن نبدأ بالحالة الأولى لماذا نمي توهج المسباح إذن نشوف التيار الكهربائي إذن هنا عندنا منطقة فيها مستر بلاستيكية وقلنا المستر بلاستيكية هي من العوازل هي عازلة للكهرباء إذن نقول دائما نكتب الملاحظة ونقول لأن لم يتوهج المسباح في الدارة الأولى نقول لم يتوهج هكذا تكون إجابة لم يتوهج المسباح في الدارة واحد نقول لأن المستر عازل التيار إن المستر عازل للتيار في الدارة الثانية لماذا لم يتوهج المسباح لدينا القاطع مفتوحة إذن نكتب أيضا لم يتوهج المسباح في الدارة الثنين لأن القاطعة مفتوحة نشوف القاطع مثل الباب كتكون مفتوحة نقوله مفتوحة كتكون مغلقة نقوله مغلقة لدينا في الدارة الرابعة أو دارة الثالثة عفوا لماذا لم يتوهج المسباح نشوف التيار الكهربائي إذن هنا عندنا استقصار للدارة إذن لم يتوهج المسباح عفوا لم يتوهج المسباح في الدارة ثلاثة لأن الدارة مستقصرة ما معنى مستقصرة إذن قلنا التيار الكهربائي يمر من الطريق السهل عندما يأتي التيار الكهربائي ويجد طريق غير الطريق الذي يمر من الأجهزة يمر من الطريق الأسهل ما يمرش في الأجهزة إذن التيار سيمر من هنا وينتقل عبر السلك المستقصر معنى تبدأ المسباح يبدأ خارج التغطية مفهوم إذن هنا نقول عبر هذا المسباح لا يشتعل لأن الدارة مستقصرة معنى الدارة تدي الخيط والسلك القصير الذي لا يحتوي على أجهزة مفهوم لأن قال اشرح عدم توهج في كل حال اشرحناه قال اذكر ثلاثة أمثلة عن ماذا عن النواقل والعوازل التي تعرفها إذن نقول النواقل قلنا هي مختلف المعادن النواقل قال مثال عندنا النحاس عندنا الحديد عندنا الألمنيوم إذن هذا نواقل عندنا العوازل العوازل قلنا مثل الخشب قلنا مثال البلاستيك وقلنا السائل الوحيد الذي لا ينقل الكهرباء هو الماء النقي الماء النقي هو غير ناقل الكهرباء معناه من العوازل نفهم الآن في الثمانين الثاني قال في الشكل المقابل مصباح كهربائي قال اكمل البيانات نشوف في الخارج هذا مصباح كهربائي في الخارج هذه نسموها حبابة زجاجية حبابة زجاجية إذن هذا المصنوع من الزجاج يسمى حبابة زجاجية هذا السلك سلك التوهج أو يسمى سلك التنغستين سلك التنغستين إذن هذا كيف يسمونه ساق معدني يحمل سلك التنغستين نقوله ساق معدني هذا ليربط الأقطاب اتحد السلك مع الدارة نشوف هذه ماذا تسمى تسمى العقب هذه تسمى العقب في طرف المصباح نسموها فتير مركزي فتير مركزي أيضا عندنا وحدة تلحيم هنا نسموه تلحيم هذا نسموه تلحيم أيضا هنا عندنا زجاج أسود يجي قرب الفتير المركزي أيضا يجي عندنا إسمنت داخل هذا العقب عندنا إسمنت الآن قال قمنا بربط هذا المصباح مع مولد كهربائي دلالته 1.5 فولت فلاحظنا توهج المصباح ضعيف جدا لماذا إذن نشوف هنا عندنا المصباح دلالته 4.5 والمولد 1.5 معنى المولد ضعيف جدا مقارنة بالمصباح لذلك يكون توهج المصباح توهج ضعيف جدا نقول يتوهج المصباح أو توهج المصباح ضعيف لأن دلالة المصباح أكبر من دلالة المولد نقول توهج المصباح ضعيف لأن نستعمل هذه المصطلحات دلالة المصباح أكبر من دلالة المولد في المرحلة الثانية قال فقمنا بتغيير المولد إلى دلالة 12 فولت والمصباح 4.5 فولت فلاحظنا توهج كبير للمصباح ثم احتراقه قال فسر ذلك إذن العكس هنا كان عندنا المصباح فيها 4.5 والمولد 12 فولت إذن نلاحظ توهج كبير للمصباح ثم احتراق هذا السلك لأن قوة الطيار كبيرة في المرحلة الثانية نلاحظ توهج كبير للمصباح أو شديد للمصباح لأن دلالة المصباح أقل من دلالة المولد الآن مع التمانين الثالث قال طلب المعلم صنع دارة كهربائية بسيطة فيها مولد فيها مصباح الأول فيها المصباح الثاني زائد أسلاك التوصيل قال صنع أحمد دارة على التسلسل أما مريم فصنعت دارة على التفرع قال أرسم الدارة الموافقة لكل منهما بالرموزي النظامية إذن قلنا بلي أحمد دارة على التسلسل قلنا الدارة وش فيها فيها مولد إذن هن عندنا ناقص وعندنا زائد أيضا فيها مصباحان زائد أسلاك التوصيل على التسلسل إذن مصباحان على التسلسل معنى المصباح الأول في نفس الخيط ولا في نفس السلك ندروا المصباح الثاني إذن مصباح الأول والمصباح الثاني إذن هذه دارة دا أحمد إذن دارة أحمد قلنا على التسلسل التسلسل معنى سلسلة معنى وحدة مرتبطة بالأخرى ثم دارة مريم قال على التفرع على التفرع قلنا على التفرع معنى هنديروا المولد يرتبط بمصباح ثم نغلق الدارة نجيب خيط آخر في نفس السلك وهنا يتفرع إلى مصباح ثاني ويعود إلى نفس الدارة إذن هذا مصباحا على تفرع واحد اثنين وهذا مصباحا على تسلسل من فهم؟ لأن قال أيهما أفضل ولماذا؟ أي الدارتين أفضل ولماذا؟ نقول الدارة التي على التفرع هي الأفضل الدارة على التفرع أو دار التفرع على التفرع هي الأفضل الأفضل لماذا؟ لأنها تحافظ على توهج المصباحان بشكل عادي أيضا عندما ننزع المصباح الأول أو المصباح الثاني يبقى الآخر مستعيلا إذن عند نزع أحد المصابيح يبقى الآخر مشتعلا ولنقل متوهجا إذن هذه الأفضلية وللإيجابية تتاع الدارة على التفرع إذن تحافظ على توهج مصباحا بشكل عادي لأن في الدارة على التسلسل هنا يكون توهجهما توهجا ضعيفا لأنهما يتقاسمان هذه الدلالة دلالة المولد أما في الربط على التفرع فنفس دلالة المولد تذهب إلى نفس المصباح الأول والمصباح الثاني لأنقل بيّن جهة مرور الطيار بأسهم قلنا مرور طيار يمر من الجهة الموجبة إلى الجهة السالبة إذن نمر بهذا الشكل أيضا هنا يمر في نفس الاتجاه بهذا الشكل إذا رسمنا أيضا في الدارة الثانية من القطب الموجب إلى القطب السالب مفهوم؟ إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعلينها اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته